لم تتأخر الإدارة الأمريكية في الاستجابة لطلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف من خلال الإعلان عن إرسال أربع منظومات هايميرز إلى كييف ليصل عددها الإجمالي إلى 16 منذ مايو الماضي القوات الأوكرانية تستخدم بنجاح صواريخ هايميرز وسمحت لها بتحقيق انتصارات وسوف نرسل المزيد منها قريبا وكشفت معلومات جديدة في البنتاجون أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى رفع حجم هذه المنظومات إلى نحو 50 بطارية قبل نهاية السنة الجارية لدينا تعليمات وتوجيهات من الرئيس بايدن بتوفير كل حاجات أوكرانيا روسيا نجحت تكديكيا في بعض الأماكن لكنها انهزمت استراتيجيا ولا تتأخر الإدارة هنا في واشنطن عن وصف تقدم الجيش الروسي في الأقليم بالخجول فمسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي اعتبر أن لجوء بوتين إلى إيران لشراء طائرات مسيرة هو ضعف عسكري تاريخي للكرملين بعد عامل مدفعية الهاوتزرز ها هي إدارة الرئيس جو بايدن تعول على عنصر صواريخ هايميرز وذلك ضمن استراتيجية أمريكية تقضي بإلحاق الهزيمة بالجيش الروسي الذي وبحسب مسؤولين أمريكيين فشل ميدانيا بعد أشهر عدة على غزوه أوكرانيا جو تابت سكاي نيوز عربية واشنطن